حقيقة مشكلة الموازنة اقرار الموازنة نسب الموازنة دائما هي محل صراعات بين القوى السياسية وبين سواء في بغداد سواء في الاقليم سواء في باقي الكتل السياسية عفوا ومع الحكومة المركزية ونسب التوزيع وتوزيعاتها ما تفضل به اخي العزيز هي لا نقول تبريرات بقدر ما نقول انه محاولة ان يريد ان يوصل فكرته الفكرة التي تصطدم بجدار الواقع وما تقوله الحكومة المركزية وما يجب ان يقول شه تقول الحكومة المركزية مو فقط الحكومة المركزية الان اي حكومة تقول انه انت الاقليم جزء من الحكومة او من الدولة العراقية طيب لديه التزامات له ما عليه وله ما له عندك اللي اشرتها بالبداية انا ما ليدهم استعجل وتقولها لكن انت اشرت لها بالبداية نسبة الاقليم سعر الصرف المنافذ الحدودية النفذ المستخرج بالاقليم عمليات البيئة هاي كلها كانت مثار مشكلات خلال السنوات الماضية طيب لم تكن هناك اذا نرجع من 2010 وصعودا 9 8 او 13 12 وصعودا لم تكن هناك اتفاقية او اتفاق على النسبة بصورة سليسة بقدر ما تكون هناك مشكلات حتى تقر الموازنة يتساءل ربما سال او يقول زين ليش هاي دائما تتكرر المشكلة بالحكومة المركزية او المشكلة بالاقليم هناك سؤال برأيك حسب قراءتك متشاركة رغم انه الحكومة المركزية تريد ان تنفذ القانون لكن حكومة الاقليم خلال الفترات الماضية كانت لا نقول عملية التنفيذ بقدر ما نقول انه اخراد هي اجمى الثقة لا لا لا